بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي السلام عليكم وعليكم السلام شغل المكيف فالجو شديد الحرارة بلى والله اللهم أجرنا من حر جهنم أنذهب للمدرسة؟ لا لا خمس دقائق يا وليد وينزل حمد إن شاء الله تعالى لكننا سنتأخر على المدرسة فليذهب بالمواصلات العامة المواصلات؟ وفي هذا الحر ارحمه يا أخي لكنه يؤخرنا كل يوم اصبر يا وليد فإننا نرجو بذلك الثواب من الله تعالى الثواب؟ أنأخذ الثواب بسبب شخص اتكالي؟ ها هو قد وصل ولم نتأخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين شوارع؟ إنه على طريقي اركبوا اركبوا نركب؟ لماذا؟ لأوصلكم أخاف عليكم من الحر والشمس لكننا لا نملك الكثير من المال مال؟ أستغفر الله يا أخي لا أريد منكم مالا يا عم الشمس صارت داخل السيارة والمكيف لم يعد يبرد اركبوا بسرعة شكرا لك يا أخي شكرا لك يا أخي وجزاك الله خيرا لم أفعل شيء فإنه بنفس طريقي قل لي يا أخي إني أراكم بنفس الشارع كل يوم تقريبا هل تعملون دوما هنا؟ نعم انتظروني هنا كل صباح لأوصلكم توصلنا؟ نعم أوصلكم فإننا إخوة في الإسلام لو وجد مثلك يا أخي لكانت الدنيا بألف خير الدنيا كلها خير إن شاء الله أنا اسمي مهران وأنت ما اسمك يا أخي؟ اسمي عبد الرحمن عبد الرحمن اسميط يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن أتمنى معرفة سبب رغبتك في توصيل العمال يوميا ألا يكفي أنك أحسنت إليهم اليوم وأوصلتهم؟ أما رأيتهم كيف يقفون في الحر والشمس والعرق ينزل منهم وأنا جارس في السيارة وعندي مكيف هل ستصلح الكون يا عبد الرحمن؟ إنما أزرع بذرة بذرة لنفسي حتى أقطفها يوم القيامة هل تقصد أن إيصال ثلاث عمال مساكين يسمى إنجازة؟ ليس ثلاثة فقط ألم ترى الطريق؟ ترى عمالا في كل مكان أولئك العمال بنوا بيوتنا ومدارسنا ومشافينا أتريد توصيل عمال الكويت كلهم؟ سيارتك بالكاد تتسع الاثنين ولما لا نشتري سيارة أكبر قليلا فنوصل أكبر عدد ممكن هل جننت؟ من أين لك ثمن السيارة؟ هذا أول دينار وماذا يفيد الدينار؟ وهذا دينار ثاني وهكذا بدأ الشيخ عبد الرحمن السميط أولى خطواته الخيرية منذ أن كان في الثانوية فجمع من أصدقائه في المدرسة ومعارفه ثمن سيارة فأوقفها لنقل العمال في الكويت إلى أعمالهم كل يوم ومجانة وتجنيبهم حر الشمس وانتظار الحافلات ما الذي استفدته من كل الذي عملته؟ هؤلاء عمال ومعتادون على الحر والشمس ثم سيرجع كل واحد لبلده ولن يلقي بالا لما عملته إني أفعل المعروف لله تعالى تكفيني من هؤلاء دعوة صالحة لن يتذكرك ليدعو لك من سيذكر أحدا اشترى سيارة لعمال مساكين؟ الله يعلم وهذا يكفي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين كان الشيخ عبد الرحمن السميط يحب التحدي منذ نشته فسمع أن جامعة بغداد قل من يتخرج منها طبيبة فرحل إلى بغداد ودرس الطب هناك وتفوق وتخرج جراحة ثم قصد ليفربول في بريطانيا فحصل على دبلوم في أمراض المناطق الحارة كما درس في كندا وأصدر عددا من الأبحاث الطبية باللغتين العربية والإنجليزية وأصبح طبيبا من الأطباء الكويتيين وهم قلة تلك الأيام وكان متواضعا رغم ذلك عطوفا على الفقراء من المرضى إلى أن جاء اليوم الذي وضع فيه قدمه في إفريقيا للمرة الأولى يا عبد الرحمن الكويت مليئة بالأطباء والأغنياء يجب أن نذهب لمكان آخر لنكون أكثر فائدة وماذا تقترحين؟ نذهب إلى جنوب إفريقيا تعمل أنت كداعية وطبيب وأعمل أنا كداعية ومدرسة فإنهم بحاجة لنور الإسلام بالإضافة إلى المال الذي يعينهم على حياة كريمة وصحية نعم أصبت في نصيحتك بارك الله فيك نعم الزوجة أنت ملاوي؟ مالذي يأخذك إلى ملاوي وهي في أقصى جنوب إفريقيا؟ أذهب في رحلة علاجية للمشافي الفقيرة وأوزع بعض المصاحف على الناس على الله يهدي بها أحدا من الناس أنت طبيب ولك مكانتك ومركزك وأنت طبيب ومرموق ومشهور الأفضل ترجع كندا بريطانيا أمريكا وتشتغل وأنت مرتاح ومنعم وماذا سأحصل من حياتي هناك؟ نقود؟ شهرة؟ ماذا ستفيدني في آخرتي؟ أريد شيئا أدخره للآخرة ألقى به وجه ربي يوم القيامة أنت طبيب لا يوجد نظير لك في الكويت لو فتحت عيادة خاصة لأصبحت مليونيرا في وقت قصير جدا ستجمع في عام واحد مبالغ طائلة ستصبح من أثرياء الخليج كلهم فقط في عملك في الطب والجراحة هذه البلاد فيها ما يكفيها من أطباء لابد أن إفريقيا بحاجة لي والاختصاصي كما أنني سأوزع بعض المصاحف هناك لا أدري لعل الله يهدي بي رجلا ما تظن نفسك في أيام الصحابة من سيهتدي من نسخة مصحف هم أصلا لا يعرفون العربية سيذهب جهدك سدى أنت شخص واحد وإفريقيا فيها ملايين الفقراء ملايين المرضى ملايين القبائل التي تعيش في الأدغال ماذا ستفعل وأنت رجل واحد إنما علي العمل والبلاغ وعلى الله التكلها حين ترجع من إفريقيا هاربا من الحشرات والحرارة والعقارب أبلغني سأخذك إلى أقرب طبيب للعلهج وأحضر معك المصاحف لأنك لن تجد من يعرف حرفا عربيا هناك يا دكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن تفضلي يا أختي الحمد لله أني لحقت بك سمعت أنك ستسافر إلى إفريقيا وأنت شخص موثوق وسمعتك طيبة ساعدت الكثير من الناس في العمليات الجراحية وكنت تعالج المرضى الفقراء دون مقابل لذا أريد منك أمر ما هو؟ معي مبلغ من المال أريد أن أبني به مسجدا وأنا أعلم أنه لا يكفي لبناء مسجد هنا في الكويت ولكن في إفريقيا الأمر مختلف هذا المبلغ قد يكفي ولكنني لا أفقه في بناء المساجد ألست أنت صاحب السيارة التي كانت توصل العمال دون مقابل؟ من يفعل الخير لن يعدم الحيلة للوصول إليه خذ المبلغ وستجد طريقة لبناء المسجد إن شاء الله وهكذا وصل الدكتور عبد الرحمن السميط إلى ملاوي ليفاجأ بأنها أفقر مما تخيل كان الفقر والمرض سمة عامة في كل مكان يذهب إليه كان يظن أنه يرى أكبر بقعة فقيرة في العالم لكنه لم يدر أنه لم يرى أفقر بقعة بعد الدكتور عبد الرحمن الحمد لله على سلامتك لم نلتقي منذ زمن طويل منذ أيام الدراسة خشيت أنك لن تأتي كيف لا آتي وقد وعدتك؟ القرى النائية فقيرة جداً قدومك سيكون خيراً كبيراً عليهم القرى النائية؟ هنا ماذا إذن؟ هنا العاصمة هنا الأمور ممتازة الأمور في القرى والأدغال أسوأ بكثير أسوأ من هذا الحال السيء إنما أرى هنا أسوأ شيء رأيته وسمعت عنه في حياتي ما زال هناك أسوأ لو أحببت قم معي لأريك لنقم فوراً ولكن ماذا؟ أخشى أن سيارتي لن تعجبك وهل جئت أنا لأركب سيارة فاخرة؟ جئت لأعمل وأساعد الناس ولا يهم بعدها أي شيء سأركبه سيارة أو هذا الشيء الذي لا أعرف ما اسمه إنه توك توك أياً كان فأنا جئت علني أجد مريضاً فأعالجه أو موجوعاً فأخفف عنه مريضاً واحدا؟ وهل هناك الكثير من المرضى هنا؟ سترى بعينك أرأيت بعينك؟ إنهم فقط يريدون كسرة خبز يأكلونها ما هذا؟ يا إلهي هذه قرية واحدة فقط من قرى ملاوي مثلها المئات في ملاوي والآلاف في بقية دول إفريقيا تعال إلى العيادة يا دكتور وهل هذه عيادة أصلاً؟ أرأيت يا دكتور هؤلاء كلهم يحتاجون علاجاً لمرض واحد يفتك بينهم ويموت المئات يومياً ولكن علاجهم بسيط أظن أن دواء ببضعة ستات يمكن أن ينقذ هؤلاء الأطفال من الموت نعم أعرف ذلك ولكن هذا الدواء غير متوفر إن هؤلاء يأكلون كل خمسة أيام وجبة واحدة الفقر هنا أصعب من أن يوصف إذن يجب أن نفعل شيئاً لهم لن أتركهم هكذا إن أي قليل نقدمه لهم سيكون نافعة إنني جئت ومعي مبلغ من المال لبناء مسجد ولكن يبدو أن إطعام الناس وعلاجهم أولى انظر إلى هذا الطفل إنه يموت بين يدي أمه ولا تستطيع أن تفعل له شيء هل تستطيع أن تفعل له شيئاً بهذا المال الذي معك؟ هذا المال أمانة لبناء مسجد التي في جسده ماتت فعلية ولم يبق على توقف قلبه سوى ساعات ولكن سأرحم هذه الأم وأشتري له من مالي شيئاً يأكله أين أجد ما أشتري به لهذا الطفل شيئاً يأكله؟ لبن وماء وبعض الأشياء الطفل سيموت يا دكتور خلاياه كما ترى ميته وقد جف كل شيء في جسده أعلم ذلك ولكن طالما فيه روح علي أن أقدم له المكان بعيد جداً لأقرب متجر لنركب التكتك إذن ريثما نذهب ونعود سيكون الطفل قد مات لنرحم الأمة هذه يا دكتور علي لترانا فعلنا شيئاً أرجوكم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً واشترى الدكتور عبد الرحمن السميط من ماله الخاص طعاماً لهذا الطفل الذي يحتضر وقد تغير الشيء في نفسه وصمم أن يفعل شيئاً لجميع الأطفال الذين هم في هذه المدينة الفقيرة قل لها أن تأكل هي فهي أولى منه بهذا الطعام إنها ستموت أيضاً إن لم تأكل سأقول لها ذلك سأتفطر قلبها حزناً حين تطعمه ثم يموت بين يديها لن تأكل بل ستطعمه ما تستطيع أنت طبيب وترى بعينك هل من أمل في أن يعيش؟ ساعة أو ساعتين ويموت حسبي الله ونعم الوكيل رغم أنني بذلت ما أستطيع ولكن سأشفق عليها حين يموت هذا هو الحال هنا في هذه البلاد يا دكتور عبد الرحمن أين سنبني هذا المسجد يا دكتور؟ أريد أن أبنيه في مكان يأتي فيه الناس ويصلون يصلون؟ لا يوجد أي مسلم هنا الجميع إما وثنيون أو نصارى ألا يوجد مسلمون هنا؟ ومن أين سيأتي الإسلام والدعاة لا يأتون إلى هنا؟ كل ما نره مبشرون نصارى قساوسة ورهبان يأتون من فرنسا وبريطانيا ينشرون النصرانية إذن سننشر الإسلام لنعود للعاصمة إذن بل دلني على أكثر قرية فقرا وجهلا ووثنية سيكون من المستحيل أن تفعل معهم شيء إنه تحدي وعلي أن أدخله هكذا تعودت إذن قم معي يا دكتور عبد الرحمن إنها تهدر الطعام كان الله في عونها انظر إلى هؤلاء إنهم يعبدون هذا الصنم وهم على جهل وفقر والأمراض تسري بينهم لو أردت أن تتحدى فعليك أن تتحدى نفسك فيهم فهم وثنيون منذ قرون طويلة ويصعب تغيير عقائدهم ولكنني أرى هنا كنيسة نعم فالمبشرون النصارى يأتون إلى هنا منذ عشرات السنين ولكن لم يستطيعوا أن ينصروا سوى بضعة أشخاص وذلك بالمال والإغراءات فقط سنرى من سيستطيع أن يدعو ويؤثر في الناس نحن أم هم قل لهم أننا نريد أن نبني مسجدا ونريد مكانا له أنا أعرف العربية لن نسمح أن تبنو شيئا هنا هذا إلهنا ولا نعبد غيره سنرى من أقوى أنا أم إلهكم ماذا فعلت؟ لقد أسأت لإلههم سيقتلونك كيف تجرؤ أن تهين إلهنا؟ ألا تقول أنه إله فليدافع عن نفسه كيف يسمح إله أن يؤذى ويهان ولا يدافع عن نفسه أو ينتقم ممن أهانه؟ نحن نحميه وندافع عنه ليرزقنا يرزقكم؟ أنتم تموتون من الجوع فأين رزقه لكم؟ إذا أردت أن تبني مسجدا فليسقنا إلهك المطر إذن وها نحن ذا ننتظر ولكن الأمر بيده وليس بيدي كيف تريدنا أن نؤمن بإله عاجز عن إنزال المطر؟ إن غربت الشمس ولم ينزل المطر فلن نسمح لك أن تبني مسجدا هنا أبدا لنذهب ونبني المسجد في مكان آخر سأبني المسجد هنا إن شاء الله أنت كما أنت منذ أن كنت صغيرة عنيدة تركب رأسك وتحب أن تتحدى لتنجح ولكن التحدي لا يصلح في هذه البلاد بل إنني أريد أن أصنع التحدي المستحيل هنا وسوف أنجح وسترى يا رب إنك تعلم أنني ضعيف ومذنب وإنني أدعوك دعاء الراجي أن تنصر دينك لا أن تنصرني اللهم إن نزل المطر فسوف يسلمون ويدخلون في دينك وهؤلاء عبادك ينتظرون رحمتك اللهم انتصر لدينك ولا تنتصر لعبد الرحمن والحمد لله رب العالمين أرى أن ربك لم ينزل المطر إنه هو خالق المطر فلينزله متى يشاء يبدو أنكم كلكم سواء لن تبنوا مسجدا لكم هنا لن تبنوا مسجدا لكم هنا إن غربت الشمس ولم ينزل المطر أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور المطر يا رب المطر يا رب لقد نجحت يا هذا لقد أنزل إلهك المطر مع أن دعوتك دقيقة واحدة وهذا الإله لم يستطع أن ينزلها ونحن ندعوه منذ ثلاث سنوات ونقدم له القرابين حتى متنا من الجوع كيف سينزل الله المطر عليكم إن كنتم تعبدون إلها من صنع أيديكم وتذرون خالقكم وخالق السماوات والأرض علمني كيف سأدخل في دينك إن أردت أن تدخل في دين الإسلام يجب أن تكون مقتنعا بذلك فتؤمن من داخلك إنني مقتنع بكلامك بكل قناعة وماذا عن بقية أفراد القبيلة؟ لا تقلق اتركي الأمر لي إذن ستردد وراء الشهادتي ثم تتطهر وتطهر ثوبك ثم أعلمك الصلاة سأفعل ما تقوله أشهد أشهد الحمد لله لقد صرت أخي في الإسلام صرت أخوك؟ كيف هذا؟ أنت طبيب ومتعلم ومسلم منذ زمن بعيد وأنا صرت مسلما الآن إنما المؤمنون إخوة إن دينكم شيء عجيب هذا هو دين الإسلام والآن ماذا ستقول لبقية أفراد القبيلة؟ دعني أكلمهم ثم اتجه زعيم القبيلة إلى أفراد قبيلته وكلمهم عن الإسلام وأخبرهم أنه دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق وأن عليهم أن يتبعوه بما فعل فقد آمن بالله الذي خلق البشر وخلق الأرض والسماوات ولن يعبد صنما بعد اليوم فآمن أفراد القبيلة كلهم ودخلوا في دين الإسلام ولم يكن يتوقع الدكتور عبد الرحمن السميط أن يدخل كل هذا العدد في الإسلام يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلمون شكرا لكرمكم سآكل الطيور فقط أما الحشرات والفئران فأعتذر عنها كيف ترد طعاما قدم إليك؟ هذا عار في قبيلتنا الآن تقول أنك أخونا ثم ترد طعامنا كيف ذلك؟ إنني لا أرده وإنما بل أنت رددت طعام البعض وقبلت فقط الطيور هذه إهانة لنا هيا بسرعة لنهرب قبل أن نصبح نحن طعاما لهم لن أهرب حتى أبين له ألم تشهد منذ قليل شهادة الإسلام؟ إن في دين الإسلام لا نأكل إلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية ولا نأكل الفئران أو الحشرات فهذا لا يجوز أكله بل سأقول لكم شيئا فوق ذلك فأنا طبيب وأعرف ما يؤذي الناس من الطعام ويسبب لهم الأمراض وما ينفعهم إن كل طعام حرمه الإسلام هو طعام يؤذي الجسد انظروا إلى الأمراض التي تصيبكم والتي تهلك بالآلاف منكم إنما ذلك بسبب الطعام هذا فالله تعالى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث والذي يذبح على الطريقة الإسلامية من المستحيل أن يسبب المرض والأذى ذلك أن كل الأذى والدم الفاسد يخرج منه ويبقى اللحم الزكي الطاهر نحن لا نعلم كل هذا عليك أن تعلمنا لنعرف إذن نحتاج بداية لبناء المسجد على الفور نعم يمكن سنأتي بالأخشاب والطوب والطين ونبنيه خلال يومين سيكون جاهزا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون دكتور عبد الرحمن المساء قد اقترب وعلينا أن نعود للمدينة كيف أعود وهم بحاجتي في هذا الوقت سيشعرون أنني تخليت عنهم أنا لا أريد أعدادا من المسلمين بالاسم أريد مسلمين حقيقيين فيجب أن أبقى أعلمهم الصلاة والطهارة وشيئا من القرآن ولكن أين ستنام؟ هنا لا يوجد مكان تنام فيه غير هذه العشش من الصفيح التي لا تصلح للحياة فهنا الحشرات والعقارب والوحوش تخرج كلها في الليل المدينة فيها فنادق نظيفة وغدا تأتي لو أحببت ما جئت لأنام في الفنادق سأنام معهم كما ينامون أنت الدكتور عبد الرحمن الصميط جئت من الكويت ودرست في بريطانيا وكندا وحصلت على الدكتوراه وتنام على الأرض في أدغال إفريقيا بين الحشرات والعقارب في قبائل بدائية لا تأمن لها؟ أنا الآن أمثل لهم الإسلام ألم أقل لهم نحن إخوة كيف سأجعل فعلي يكذب قولي إن وثقوا بي وثقوا في الإسلام وإن فقدوا الثقة بي فقدوا الثقة بالإسلام لذلك سأنام بينهم ومعهم أعذرني فأنا لا أستطيع البقاء ابق وحدك وأنت المسؤول الوحيد عما سيحصل لك لا تقلق لن أخرج من هنا حتى يبنى المسجد ونرفع جدرانه ونبني محرابه ومنبره وأرى الناس يصلون فيه وأدل الناس على سعادة الدنيا والآخرة من الذي يبني البيوت هنا؟ هذا الرجل هو الذي يبني البيوت أعطيه المال لا أستطيع هذا المال أنا مؤتمن عليه ولا أستطيع أن أعطيه لأحد أعطيه المال ليبني لك المسجد بسرعة قبل أن يغضب فإن غضب لن يقف بوجهه أحد ماذا فعل؟ لقد أخذ المال وأعطاه لأقاربه هذا المال أمانة ولا يجوز انتظر وسترى وبدأ بناء أول مسجد في ملاوي في قرية لإحدى القبائل وكان معهم الدكتور عبد الرحمن السميط يساعدهم ويحمل معهم ويبني كأنه واحد منهم كما أنه أخذ يعالج المرضى من الأطفال والنساء ونام الدكتور عبد الرحمن السميط بين الناس تحت الأشجار وفي الأدغال وعانى من القرص والحشرات ولكنه صبر على ذلك في سبيل بناء المسجد وبني المسجد وأصبح جاهزا للصلاة والعبادة أما المصاحف التي أحضرها معه فإنه وضعها في المسجد ليتعلم منها كل من أسلم هذا القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى وأوامره لنا نحن البشر علمني ما فيه سأعلمك اللغة العربية وأعلمك قراءة القرآن حتى تعلم الناس ذلك والآن إلى الصلاة إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وبعد بناء المسجد واجه الدكتور عبد الرحمن السميد صعوبة في تعليم الناس هناك أمور دينهم ولم يتمكن من تعليمهم الصلاة أو شرح العبادات لهم بسبب طبيعة المجتمع ولكونهم حديث عهد بالإسلام ولم يتعلم واحد منهم الصلاة ولما يأس من تعليمهم الصلاة والعبادة لم يجد إلا أن يعلم زعيم القبيلة الصلاة فقد كان أكثر المتحمسين لتعلم الصلاة والعبادة فعلمه أداء الصلاة وفقهها ثم وجده يعرف اللغة العربية فعلمه القراءة وحفظه بعض سور القرآن وفي هذه الليلة نام الدكتور أمام المسجد تحت سقف بسيط من أوراق الشجر وتحوم حوله الحشرات وبدأ يهلوس ويتعرق ويحمر وجهه ويهذي الطبيب أين أنا؟ لو لم أصل مبكرا لعلم الله كيف كان حالك لقد لدغتك الحشرات وأنت نائم ولعلك أصبت بالملاريا والحمد لله أن لدي حقنة وإلا فلم تكن لتنجو شكرا لك يا دكتور الحمد لله على كل حال هذا يكفي علي العودة إلى الكويت هذا هو الخيار الصحيح هذه بلاد مليئة جدا بالوثنيين إنهم بعشرات الملايين ولن تستطيع أن تدخل في الإسلام أكثر من رجل واحد من مليون كما أن حملات التنصير ضخمة ويدفع لها مبالغ طائلة ولديهم سيارات حديثة ومشاف مجهزة ورواتب عالية وأنت جئت بمبلغ بسيط وبعض الأدوية وبنيت مجدا متواضعة وتنام على الأرض وتصاب بالأمراض حتى أنك تكاد تموت ارجع إلى بلدك وعش في بيتك لولا أنني من هذه البلاد ما عشت فيها يوما واحدا سأرجع إلى بلدي طبعا ولكن ليس لأبقى بل لأعود ليخبر المسلمين كم أننا مقصرون بحق هؤلاء الناس وكم في رقابنا من مسؤولية بحق أطفال يموتون بسبب دواء ثمنه سنتات بسيطة آه كم في رقابنا مسؤولية بحق ناس يموتون لأبسط الأسباب وفي يدنا إنقاذ أرواحهم من الموت بمبالغ يسيرة وبسيطة إنني لم أزر إلا قرية واحدة من إفريقيا التي فيها ملايين البشر يعانون الفقر ويعانون المرض ويعانون الجهل وهذه الثلاثية يجب القضاء عليها ونحن نستطيع لقد وجدت طفلا يموت بين يدي أمه وقد أطعمته رغم أنه عانى من جفاف حاد وكان ينازع الموت لا بد أنه مات ولكن لعلنا ننقذ بقية الأطفال الناس هناك يعيشون بلا هدف ولا معنى مجرد سكان للغابات وقبائل تعيش على الصيد ولا ترجو من هذه الحياة شيئا أليست الدعوة إلى الله مسؤولية في رقابنا فلنقم بحق الله علينا فيها ونساهم في إخراج هؤلاء من ظلمات الوثنية إلى نور الإيمان إن هؤلاء إن لم ننقذهم فإن المنصرين يدفعون الملايين لأجل تنصيرهم ونحن أولى بهم ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ما هذا يا جون؟ أنه مسجد بني منذ أيام هنا أصبح لديهم مسجدة؟ لماذا لم تخبرني؟ إنه أمر خطير لم أكن أعلم أن ذلك خطير إنه أخطر مما تتخيل لن أجعل رجلاً واحداً يعتنق الإسلام وسيرون من أكون بليز أرجو أن تأتوا سريعاً كويكلي الوضع أصبح very very خطير وأريد فلوس كثير لن يصلح أن نعمل بشكل فردي لا بد من العمل بشكل منظم سأطلق جمعية رسمية أسميها جمعية العون المباشر لأننا سنباشر بأنفسنا بإعانة الناس هناك وسيكون عملها ميدانياً في إفريقيا نبدأ من ملوي ومنها إلى المجاهل الإفريقية وسيكون العمل منظماً وفيه مجلس إدارة فمن أحب فليساهم معنا بجهده وماله ونفسه فالباب مفتوح للجميع والمسؤولية في رقبة الجميع وهكذا أسس الدكتور عبد الرحمن السميط جمعية العون المباشر ونشر فكرتها بين الناس وجهز لها مشاريع متنوعة وقد أخذ قراراً أن يعود إلى إفريقيا لتنفيذ المشاريع دون أن يدري ما الذي يحدث هناك أنا أعمل هنا منذ ثلاثين سنة ولم أستطع أن أدخل في النصرانية إلا عدداً قليلاً جداً وكنت أحارب وجود أي مسلم ولم أسمح ببناء المساجد ولكن منذ يومين بني مسجد هنا مقابل الكنيسة هذا يعني أن هناك من بدأ يعمل هل المسجد الذي بني أكبر من كنيستنا؟ إنه مجرد بناء صغير من الطوب والحجارة إذن من ماذا تخاف وكنيستنا أكبر؟ وأفخم ونحن نقدم أموالاً لا يقدم المسلمون مثلها فهم لا يستطيعون استجلاب دعم كالذي نأتي به إنما أخاف من عدو الإسلام فالذي أسلم هو زعيم القبيلة أما بقية الناس فقد أسلموا دون أن يعرفوا من الإسلام شيئاً وبالتالي فإن إعادتهم للوثنية أو النصرانية حالياً سهلة لو أسلموا بشكل حقيقي فسوف نترك القرية كلها ونبحث عن قرية أخرى لذا يجب أن تضاعف المبالغ التي تأتي سأدفع للناس الكثير من المال حتى يتنصروا قبل أن يسلموا فأن يتنصر الوثني أسهل ألف مرة من أن يتنصر المسلم قل لي يا جون هل تعرف من الذي جاء وبنى المسجد هنا؟ إنه رجل عربي من الكويت هذه أول مرة يأتي إلى هنا هل أسلم كل رجال قبيلتكم؟ لا أظن ذلك فلا أحداً يدخل المسجد إلا زعيم القبيلة وحده وهذا أخطر ما في الأمر أن يعتنيق زعيم القبيلة الإسلام لا تقلق أعطيه مبلغاً كبيراً وابني له بيتاً واجعل له راتباً شهرية سيرفع لك صليباً فوق كل بيت هنا أرجو ذلك إنني يا زوجتي قررت أن أعود إلى إفريقيا رغم المصاعب والأهوال التي رأيتها هناك بل هي التي شجعتني على أن أعود فالناس بحاجة لمن يدلهم على الهدى وهم ضائعون تائهون يحتاجونني طبيبة يحتاجونني داعية يحتاجونني معلمة وإنني إذن قررت أن أعود هذا ليس كلام رجل عادي هذا كلام رجل ليس من أهل الدنيا إنما رجل من أهل الآخرة باع الدنيا واشترى الآخرة سأكون معك وسأذهب بنفسي معك أكون بجوارك في دعوتك وعملك فأدعو حيث تدعو وأساعد حيث تساعد ولكن هذا عمل لا يقدر عليه حتى أشد الرجال هناك ننام تحت الأشجار تمر علينا الأيام الطوال بلا طعام الحشرات والهوام في كل مكان فقر وجوع ومرض وجهل وموت في كل مكان هذا هو ثمن يا زوجي يدفعه من يشتري الآخرة بالدنيا أو تظن أنني سأشتري آخرتي وأنا على فراش وثير وبيت كبير وطعام فاخر وحياة مرفهة إن طريق الجنة صعب بربوه وإنني سأسلكه إن شاء الله معك يدا بيد وسأكون عونا لك بكل ما أستطيعه عسى أن أكون رفيقتك في الدنيا في دعوتك هذه وأكون رفيقتك في الآخرة بارك الله فيك يا زوجتي والله إنني ما رأيت مثلك تتركين حياة الراحة والدعا وأنت من عائلة ثرية تستطيعين أن تعيش بأفضل حال وترغبين إلى العيش في الحياة الضنك الصعبة المتعبة لأجل أن تساهم في دعوة الناس إلى دين الله عز وجل كما فعلت أنت فأنا مرآتك لنتجهز إذن للرحيل فقد تركت إفريقيا وقلبي هناك ماذا تقول؟ سترجع إلى إفريقيا؟ يا رجل ما الذي يدعوك لترجع؟ أنت لم تفعل شيئا سوى أنك أخبرتهم عن الإسلام وربما أسلم ذاك الرجل فقط الذي علمته الصلاة لقد أنجزت إنجازا كبيرا في رحلة قصيرة أي إنجاز هذا؟ أطعمت طفلا سيموت؟ لقنت الشهادتين لمن رفضوا أن يصلوا بنيت مسجدا لم يصل فيه إلا رجل واحد ووضعت المصاحف في بلاد لا يعرف فيها أحد العربية أهذا هو الإنجاز؟ إنما أنا زرعت بذرة يا وليد لقد زرعتها في صحراء قاحلة ولن تثمر أبدا انظر لنفسك كيف ناجوت من الموت بأعجوبة ونمت بين الحشرات والعقارب تحتك الأرض وفوقك السماء وأصيبت بالملاريا وخط في المستنقعات حصل هذا لك وأنت الطبيب عبد الرحمن الصميت الأخصاء المشهور الذي يحمل أعلى الشهادات تملك أن تعمل في أفخم مشفى وتحصل على أعلى الرواتب وتشتري أفضل فيلا بدلا من بيتك الصغير ذلك ويصبح لديك أفخم السيارات ألا تعلم أنك لو فتحت عيادة خاصة في الكويت كم ستجني من المال في عام واحد؟ لست من طالب الدنيا أنا من طلاب الآخرة وهل يتعارض ذلك مع الآخرة؟ ستساعد الناس وتعالج المرضى بل وتستطيع أن تعالج الفقراء مجانا وأنت في بيتك سالما غانما موفور الصحة والعافية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إنما وسع إفريقيا كلها يبدو أنك مصمم على ما تريد صوبت بصرك وراكب رأسك سأنتظرك العام القادم هنا وسآتيك لتخبرني عن الأشياء التي جعلتك تغير رأيك وتعود وأخشى أن لا يحدث ذلك إلا بعد فوات الأوان إنما أنا أدعوك أن تذهب إلى إفريقيا وتساهم معنا بجهدك ووقتك ومالك عسى أن تفعل لنفسك شيئا تدخره إلى يوم القيامة حين سأفعل شيئا ليوم القيامة سأفعله في مسجد الحي كنت أنتظر من المسلمين أن يكون طموحهم أكبر من عجزهم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون ترجمة نانسي قنقر